طبعاً من الحاجات الظريفة جداً اللي ممكن نضيفها في أي ويب سايت هي الفيديوز وبالالألمنتور ممكن بسهولة جداً نقدر نضيف فيديوز ونتحكم هو هيظهر ازاي الزبط على الويب سايت بتاعنا يلا بينا نشوف طيب قبل ما نعمل اي حاجة بقى انا مش عاجبني البتاعة بصراحة انا بصيت كده عليها بعد ما خلصت لأ شكلها وحش بصراحة صغيرة كده ومش ظريفة لقى نحل ازاي المشكلة دي بسرعة كده من غير ما نقعد نغير في السور بالفوتشوب او بأي برنامج تاني واحد تاني الانسبلاش سأقول له انها غير بقى الانستركشن دي هقول له مثلا اي بلدينس وهنا في الوريينتيشن انا هاجأ اقول له ان انا عايز الاندسكيب بس ده شكل الصورة يعني شايفين بالعرض كده فدي مثلا صورة هي شكلها ظريف ودي مثلا ودي كمان تقدر اي صورة انت عايزها مثلا انا اخترت الثلاثة دولة ولو جينا هنا على الامج هتلاقي ادت رزيليوشن بتاعها او 1029 في 1280 وهتلاقي نفس الكلام هنا برضو في الميديوم وهتلاقي نفس الكلام هنا برضو فهنزل الثلاثة سور دول وابتدي استخدامها وكمان لو حابب ايه ان انا اجيب صورة كمان ربعة زي دي مثلا ودي ما يجي اقول له برضو نفس الكلام ونفس الكلام هنا نفس الـ size ثم نرجع الويب سايت بتاعنا ونبتدي نقول له لا انا مش عايز بقى الصور دي خالص انا هاد اا ايتمز جديدة انا هعمل لهم ابلود اهو ثم ايدي الصورتين اهم نقول له نفتحهم انا كنت نحمل التلاتة اللي فايتوا وحطيت اثنين كمان ايه عليهم زيادة ايه هقول له كل دول بقى كده add to gallery و insert gallery يعني في واحدة بس منهم هي اللي بايزة شوية ديت زي ما احنا شايفين ممكن نشيلها عشان ما بقى الشكلها برضو خميق insert كده ايه بقت الدنيا شكلها ظريف اعتقد يعني بس زي ما احنا بقى شايفين هي الصورة هي بتقلب لوحدها لما انت بتسيبها اهيه او نقدر احنا نقلبهم كده وممكن بقى نرجع اللون لان الصور دي غمقه لو عايز ترجع اللون بقى الابيض او بتاع الاروز دوت طيب هقفل بقى كل الحاجات اللي انا سبلاش دي وهتديله update كده قبل ما نخلص السكشن الجديد اللي انا عايز احطه انا عايز احط فيديو عن الشركة بتاعتي وهي بتشتغل او المواقع بتاعتي او المشاريع او اي امكان هنعمل كده ازاي تمام section زي ما شفنا ولو حابب تحط طبعا separator يبقى يكون يفضل انا احط فيه separator طبعا الاول او ال spacer قصدي وهيجي هنا برده وهيجي هنا برده وهيجي هنا برده واقول له ايه section جديد section الجديد بقى يتحط في ايه هيتحط في فيديو شايفين في ايكون هنا اسمها فيديو هشدها كده وحطها بس اول حاجة بسألك عليها السورس بتاع الفيديو ده ايه انت جايب الفيديو ده من ايه انت جايبه من يوتيوب daily motion او self hosted طيب انا هقول له والله هو جاي من اليوتيوب طبعا احنا هو حطيلك حاجة كده زي demo او على سبيل المثال حيس انها تبقى طلعة في الويب ساعد بتاعها طيب لو عملنا update كده ونروح نبص عليها سريعا طيب اهي جده لو نزلنا تحت خالص نلاقي ايه حاطط لك الفيديو بشكل ظريف طيب انا الويب سايد بتاعي ليعلى قبل construction طيب هروح اليوتيوب بقى ويا روح كاتب كده في السرش ان انا عايز construction اكتب له جنبها كده ايه free to use عشان الفيديو انت بتحطيها دي لازم تخلي بالك انها ممكن تخش في مشكلة بقى copyright وان انت خدت من غير ما تستأذن الفيديو فيبقى عندك مشكلة هنا اكتب لك هون ده الفيديو ده no copyright مثلا وفيه طبعا من يوتيوب تيجي تقوله ان انا عايز الحاجات الفري يعني بس سريعا كده يعني اختار بقى اي حاجة انا ممكن اخذ مثلا الفيديو ده وهو copy link ونرجع بقى هنا نحط اللينك فيه مكان اليوتيوب بتاعه وتلاقيه راح محطوط على طول اهو لو عملنا له update بروح نشوف الويب سايت بتاعنا تلاقي تغير وحط اللينك الجديد اللي انا عطناه من اليوتيوب وهو زي ما اخترنا ايه تمام؟ وانا ده ربنا نتحكم في شوية options انا عايز هو يبتدي من انهي اه وقت او حتة بالزبط في الفيديو وعايز هو يعمل auto play عايز ان هو اول ما اللي بالفرج على الويب سايت ينزل فتلاقيه راح فتح على طول واحده ده option مش ظريف انا بحبوه بصراعة فالافضل ان احنا هنخليه ايه مقفول اه لو عايز تعمل mute ان هو يشتغل من غير صوت مثلا عايزه يشتغل في loop كل ما يخلص يشتغل تاني كل ما يخلص يشتغل تاني عايز اطلع player controls ان هو يقدم يؤخر عايز تحط عليه overlay زي ما شفنا قبل كده على الفيديو تحط مثلا لوجو بتاعك تحط صورة ما الا ذلك يعني طيب نرجع بقى تاني لو انا عايز بقى احط حاجة تانية self hosted مثلا انا عايز احط فيديو يبقى uploaded عندي طيب السلف hosted بقى بيختلف لا انا هرفع فيديو على الويب سايت بتاعي اصلا هجيبه من اين بقى الفيديوهات دايات نقدر من كل بساطة مثلا نروح لويب سايت زي ده pixels طبعا فيه ويب سايت كتير جدا بس ده اعتقد بيقدم فيديوز free فاجأ اقول له والله مثلا انا عايز ايه هتلاقي ايه مديك شوية تصورة هي كده ناخد مثلا انهي صورة هناخد ديت ماشي كأنها ايه construction يعني ويجيب لك طبعا لو عايز تفرج على الفيديو قبل ما تنزله فاجأت اقول له هنا واضح اقول له ايه free download وبرضو resolution بتاعتي هي طبعا هنا original size كبير قوي يعني resolution كبير قوي فانا ممكن بس هنزله بس فقط مش full HD كمان هنزله عادي خالص اقل من full HD طبعا ايه اه لازم نشكر اكيلي هنا اللي رفع الفيديو اعتقد يا بنت بس والفيديو نزله اهو تعالوا بقى اين نرفعه في الويب سايت بتاعنا هقول له choose video الفيديو طبعا مش عندي على الويب سايت هاروح جاي اقول له ايه ادي الفيديو اهو لا ده self hosted من على الويب سايت بتاعي نفسه وقول له update ونرجع كده للبيج بقى نفسها بتاعتنا الhome page وانلاقيه راح الفيديو اهو موجود وقدر قوله بقى play فالفيديو يشتغل مثلا عشان يعرض احد مشاريعنا او اين كان بقى يعني ايه الفيديو اللي انا حابب اعرضه زي ما شوفنا تمام اعتقد ايه من الحاجات الانتريستن جدا وحاجات مفيدة يعني بصراحة يعني قوليلي برضو ايه رأيكو في الكومنتس كده وبعتولي وروني انت عملتوا ايه الدنيا ماشية ازاي معاكو اعملتوا حاجة شكلها مختلف احب اشوفها ايه بس شوفه في الفيديو القادم طيب في الفيديو ده ان شاء الله هنبتدي بقى نحط ماب تحدد مكان الشركة بتاعتنا او اين كان يعني باستخدام جوجل مابس وهنحط كمان contact us section كده نكتب في التليفون وسعادة ساعات العمل والآمل للموقع بتاعنا او شركة بتاعتنا شغالة فيها يلا بينا طيب اخيرا وليس اخيرا ال contact us اي ويب سايت في الدنيا بيبحثت لك مثلا الوكيشن بتاعه التليفون الميل عشان تقدر تتواصل مع الشركة او الويب سايت طيب حابين نعمل كده هنا برضو فنحط برضو section جديد هنا كده ونقسمه نحيتين هحط هنا الخريطة وحط هنا ايه شوية كلام تعالوا نتدي الاول بالخريطة عشان تبقى حاجة شيقة اكتر يعني هنا اصلا في حاجة اسمها جوجل مابس قادر احط جوجل مابس طيب هنروح نشد جوجل مابس هنا كده ونحطها هنلاقي المابت حطت اهي زي ما احنا شايفين كده ونديك هو default address تقدر طبعا ان احنا نغير ال default address ده وندي له عنوان تهي مثلا طبعا فيه options كتيره في المابه هو مش فتحها لك الا لو رحت للنسخة ال pro انا بحط بمدينة فينا بصراحة ونقدر كده ننزل هنا كده ونقدر كده ننزل هنا كده نزوم من هنا بقى فيه زوم وفيه هايت زوم ده عشان نزوم الماب الى هنا يعني نقدر كده ننزل نقل له 15 17 17 مثلا يعني نقل له ان احنا مكاننا هنا يعني هايت ده هايت بتاع الماب عايز تخليها كبيرة قد ايه بقى نخليها مثلا ايه 150 صغيرة 150 نخليها 250 صغيرة برضو خليها 500 وما كويسه مقدر اقول له افديت كده فعاله نشوف شكلها عامل ازا هي في الهبسايد بتاعنا نفرش هادي الماب زي ما احنا اختارناه وبقى يجب لي ال direction جوجل ماب بعدية خلص يعني تمام عايز بقى ابتدي هنا حط ال context داعتي طيب هروح شهدت بقى كده ايه title اقول له والله او heading يعني اضطي لي heading كده وهقول له ايه contact us وطبعا محتاجين غير color اضطي لي كده اضطي هنا control جديد اسمه نازلنا تحت كده خالص icon list icon list دي بقى بتعمل ايه كما فيه كلام مكتوب بس هو عشان لونه ابيض فمش باين تعانوا غير لونه كده عشان نشوف بس هعرف الموضوع الالوان دي من لغباتها شوية هني يجي نقول له icon هنتكلم على الكل ده بالتفصيل بس احنا بس عشان تبقى باينة عشان ما تبقوش مش لغباتين تمام بس بيعمل ايه هنا حطط لك شوية items كده item number one two three بيحط icon وشوية كلام يعني هنا اقدر يجي اقول له مثلا لما تكليك عليها يفتح لك الكلام التكست هيبقى عبارة عن مثلا اقول له ايه telephone number شايفين ادي الكلام بالكتب اهو الايكون بتاعته مثلا هقول له اختار لي لا او phone نكتر هنا phone تمام هقول له ايه دي حلو انسر راح هطيط له ايكون التليفون وكلمة telephone number وهنا اقدر بقى راح جاي هنا مزود بقى ايه تليفون هيبقى واحد سابعة اثنين خمسة مش عارف ايه زي ما انا ايه عايز خلصت دي خلاص انزل على ال list او ال item اللي بعده طيب هقول له بقى ال item اللي بعده هيبقى اسمه email email وهنقول له مثلا ايه support at codebrafia.com ونختار له ايه ايه نقول له ما فيش mail في email او او support مثلا لا ما فيش support help لا اصيب ايه 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 نقول له الميل كان شكلها صريف mail بس من غير email تمام نحط شكل الميل او وننزل على الثالثة برده ونقول له مثلا ليه نكتب له بقى address مكتوب ونكتب بقى زي ما انا عايزة اقول له مثلا ايه 148 مثلا nd stiffens stiffens plats street square سكوار او عمال المكتوب هنا ده يعني اصبح من غير برضه اضع ايقون و اقول له ادرس ليه اعتقدت كويسة ممكن ويمكن بقى انزود حاجات مثلا لو انا خلصت خلاص ثلاثة اللي هو قريدي كانت حطتهم ممكن انا بقى اقول له اد نيو ايتم ويجا اقول له مثلا الوركينج اورز واقول له مثلا من تسعة الصبح ل تسعة بالليل مثلا و هقول له اد نيو ايتم برضو اقلسينا نغير الايقون هقول له ايه الهورز ويشو كلا فتدي الساعة الرملية ديت ونقول له الايتم الجديد هيبقى اسمه ووركينج دايز ويقول له ايه سيفن دايز ممكن بقى لو انا عندي مثلا من الجمعة للخميس من السبت العساب انت بقى البيزنس او الويب سايت تتفتحه من امتى نقول له ايه ان احنا شغالين سبعة ايام في ايقون بقى الدي لا ممكن تبقى كالندر كده بس وين قول له اوب ديت وينيجي كده نبص على الويب سايت بتاعنا ما ايه يعني شكله كويس شوية بس هي الحتة الفاضي دي شكلها مش ظريف فممكن ايه بقى هنصغر الماب شوية معلش ايه كده على الماب اقول له ايه الهيد بتاعه هيبقى كلتم ايه بس كويس وهنا بقى لو عايزين بقى نرجع نغير في الستايل بتاع الايتم دي كلها ممكن نحط سبيس مثلا زي ما احنا شايفين بين الايتم وبين بعض عشان ما يبوش لازئين في بعض قوي كده لديها مثلا ايه اربعة كويس وين طبعا تالاين من زي ما انت عايز تحط ديفايدر بين كل واحدة والتانية بس مش حبيبها بصراح الفكرة دي وهنا بقى نغير زي ما انا جيت عملت في الاول عايز اخلي اللون مثلا زي ما احنا شايفين كده ادي الايكون مثلا لون مميز شوية خليها ايه حاجة من لون الويب سايت بتاعنا يعني اللي هو الاصفر في الاورن هذا حاجة غمقة شوية عشان ما تبقى الشكلها ايه وحش يعني كده شوية طبعا تقدر تكبر الايكون صغرها حاجة بصراحة جميلة وسهلة جدا التكست برضو لو عايز برضو تغير نفس المبدأ برضو تغير الالوان او الكلار لما تيجي تهوفر عايز الكلار يبقى شكله اعمل ازاي يقول له مثلا خليه برضو اورنج وزي ما احنا شايفين كده يبقى شكله ضريب شوية والإندان دي اللي هي تبعيد لك المسافة التكست عن الايكون عايزها تبقى لازقب بعض كده ولا لان نبعيدها شوية طبعا بقى شكلها اضرف شوية ثم دي تتغير الفوند زي ما انت عايز اوبديت وين روح لبص كده على الويب سايت شكله اعمل ازاي ننزل تحت بقى شوية كده اطلقت كده بقى شكله ظريف الى حد كبير يعني زي ما احنا شايفين هو الهوفر شغال كويس ممكن برضو نروح في الادفانس نعمل شوية موشن افكتس لو انت عايز برضو اضغير في باكجراوند بعض الهوبشنز اتترك لها لاحقا ان شاء الله ما تعلقش طيب اتمنى تكونوا مستفدين حاجة الويب سايد بتاعنا ابتداء شكله محترم عهوب لناس شوية واشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله ممكن نعمل بقى شوية افكتس كده ظريفة باستخدام الالمنتور واستخدام الترانسبيرنت ايميجز او الصور اللي الباكجراوند بتاعها بيبقى شفاف يلا بينا نروح نشوفها طيب فيه سكشن كده اوبشن اللي ممكن نحطه السكشن ده هيبقى عبارة عن صورة كده وهنعمل جريديينت باكجراوند لها نجرب كده سمع حاجة ان الصورة تكون الباكجراوند بتاعها ترانسبيرنت اللي هي شفافة بي ان جي مثلا يجي نقول له اد نيو سكشن واروح هنا كده واقول له ان انا عايز احط اصلا ايميج وهي الاميج دي هاخترها من عندي هتلاقي الصورة انكلودد عندك في الريسورسز او لو انت عندك اي صورة اهم حاجة بس يكون الباكجراوند بتاعها ترانسبيرنت وهي هنقول له انسورت ميديا ازا ما احنا شايفين اهي الصورة ديت ادرجي برضو في الستايل اخلي الويتس بتاعها مثلا مية وخمسين او مية بس كده مناسبة شوية امام خلصت خلاص الصورة انا طبعا مش حاتت الديفايدر بتاعي او السبيسر نحطه كده برضو عشان يديني ايه براح شوية تمام احطيته على طول ان ان غير مختار سكشن برضو مفيش مشكلة عادي يعني طيب نرجع بقى للاوبشن او الستايل بتاع السكشن نفسه نختار السكشن ونيجي عند الستايل بتاعه عشان انا هعمله حاجة اسمها جريديينت باكجراوند نشوفنا الجريديينت قبل كده لو فاكرين ان هو بيعمل زي دي جرادي كده شايفين نختار لونين وهو يدرجهم كده بس انا مش هعملها ايه من فوق لتحت لا انا هعملها الطيب هنا بدل لينير هختار راديل دوت بحيث ان هو يخليلي اللي في النص هو شايفين كده اللون التاني اللي انا مختاره هغير الوان دي اصلا هقول له بقى لأ انا عايز اصلا الوان ماشية مع الويب سايت بتاعي زي ما احنا شايفين كده كان فيه نور هالة كده جاية من من نص الصورة هقدر بقى اغير من الجاعتين وص هي جاية بقى من نين اللوكيشن بتاعي زي ما انا شايفين كده اكبر او اصغر يعني تمام هقدر برضو تغيرها شوية كده الوان بتاعتها في سنها تبقىش ضخمة قوي طيب خلصت بقى الصورة بتاعتي اقدر روح بقى للامج بقى نفسها واقول له ان هي لم حد يجي وقف على الامج في الهوفر بتاعها يعني تقدر تعملي مثلا اناميشن بوب ده شايفين كده ان الصورة تتحرك فتبقى الصورة اللي جواب بتتحرك بس الباكجراوند زي ما هي زي ما احنا شايفين كده تقدر تختار حاجة طبعا ايه كده مثلا دي مش حينوها بصراحة يعني شوف بقى حاجة تشايفها ايه دي اعويته بصراحة يعني مناسبة لويب سايت تاني ايه شايفين نزلك كده شوية فتبقى ايه بوب ده كويسة انها بتقدر تتحرك كده حاجة بسيطة يعني بس بقول له افديت انكم برضو نصغر الصورة شوية نحن الصورة كبيرة شوية نصغرها كده كويسة بس تعالوا بقى نشوف الويب سايت بتاعنا ننزل بقى تحت خالص كده هنلاقي ايه دي السكشن الظريب بتاعنا هون يعني عده برضو ننظر بالجريديانت بالترانسبرانت اميج اللي احنا حطناها هادية مش بطالة يعني ممكن تنفعك في حاجة تعني لو غيرت تجيب صورة احسن من كده شوية تبقى شغالة افضل يعني بس طيب بعد ما تقريبا خلصنا خلاص الهوم بيتج الجديدة تعالوا بينا نشوف ازاي هنحطها تبقى هي الديفولت بحيث ان اول لما حد يدخل على الويب سايت بتاعنا تطلع له الهوم بيتج الجديدة بتاعتنا طيب احنا تقريبا خلاص خلصنا الهوم بيتج الجديدة بتاعتنا بدون مشكلة بس مش هي اللي محطوط طبعا يعني لما نروح مثلا الويب سايت من اول و جديد كده هتلاقي لا القديمة لسه هي اللي محطوطة اول جديدة ما اتحطتش طيب بنعمل كده ازاي بنروح للسيم نفسه زي ما عملناها قبل كده 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 مرة بس هي كده اتحطت طبعا انا لها بابلش طبعا افضل لانا نروح بقى نغير اسمها من للمين او نخليها النيو هم بيتج اصلا تمام وادي نلاقي البيج بتاعتنا كلها كل حاجات اللي هنا حطناها طلعها بشكل مظبوط وسليم بس خلين اجربها من الويب سايت نفسه افضل فانا نروح للويب سايت كده اهو خلاص البيج طلع هاي زي ما احنا اهه شوفنا طيب لو اجيد بقى كده ودست هو حلا ايه لقى انه جاب لي بقى البيج القديمة خالص ان احنا محطناش البيج الجديدة في اللينك هنا لخلاص خلصناها تماما محتاجين ان نضع البيج الجديدة هنا لابنا نعمل كده بقى طيب ونروح رايحين على ابيرانس منيوز هنلاقي اي اي الهي اللي بتاعتنا هيت هقول له بقى ان انا اريد ان ارغيز افيو اول وهقول له اي ده اي che ni قدت لسا عمل اهو و هقول له Add to Menu وتجدها تحطط في المينو نضعها اسم هوم و دي هاتف اديمة نقوم بعملها Remove As lot وهقول له Save و نتشاكل الويب سايد نلخي على About نضع About و أن نضع Home نجمع The Edge الجديدة الذي تقربنا البيج اشتركوا في الفيديو القادم ان شاء الله في هذا الفيديو هنشوف ازاي نزبط السوشيال ميديا ايكون اللي في الاسترا سيم طيب لو بصنا كويس هنلاقي ان احنا عندنا السوشيال ميديا او لو انا عندي مثلا فيسبوك بيج او تويتر او لينكد انت للشركة بتاعتي او الويب سايت اللي انا بعمله اقدر ايجا حط اللينك بتاعهم هنا نعدل الحاجات دي من اين اصلا الحاجات دي موجودة في السيم نفسه يعني انا محتاجة اخشها كاستومائز السيم هنلاقي في حاجة اسمها ويدجت في الويدجت هنا كده هتخش على الهيدر هتلاقي ان انت عندك ويدجت اسمها استرا سوشيال بروفايل دي طبع الاسترا سيم موجود فيها وادي الفيسبوك والتويتر واللينكد ان ودبت حط تايتل طبعا لو عايز بس هيب شكل وعيش يعني لو كتبت هنا مثلا سوشيال ميديا سوشيال بس هين طلعت طلعتها بس طبعا شكلها وعيش جدا بسراحة سنشيلها افضل حاجة وقدر بقى انا عايز مثلا والله لا تويتر هو الاساس عندي فاحطه في الاول اريز انزل اد اا ايتم جديد مثلا واقول له ان انا هسميه ده اليوتيوب واحط اللينك زي ما انا عايز لأي يوتيوب شانل مثلا او اليوتيوب شانل بتاعتي واذا كان هيفتح نيو بيج ولا هيفضل في السيم بيج وهي لو عايز اختار ايكون هو جايب لك شوية ايكون اذا هو مش عارف اليوتيوب موجودة او لا او اليوتيوب موجودة ايه بس اقول له اد ايتم بس اقول له بابلش كده بس احطه اليوتيوب ايكون جديده وغير التويتر خلاه في الاول زي ما انا عملنا ونقدر بقى نغير شوية حاجات زي مثلا الايكون ستايل عندما يجي اوف عليه كده شايفين بيعمل دورية لونها برتقالي ونخليها بقى مربعة بس محتاجين بابلش برده وممكن مثلا اغير خليه مثلا بذل اللون الورتقالي ده اخليه اللون اصفر مثلا بس نديره انتر كده شايفين اتغيرت ايه لمربع وبقى لونها اصفر طبعا اقدر اغير بقى هو هنا طبعا فيش لينكات حقيقية موجودة درجة مثلا اقول له ايه دي طبعا البيج بتاعت ابل على فيسبوك اقدر اكوبي كده البيج ديت واروح هنا اقول له في الفيسبوك هيبه هو ده اللينك تمام وقدر كده بقى ايه لما كليك هنا بس هنا مش مديني لو هعمل بابلش بس كده مؤقتا ونفتح الويب سايت ودوصنا على فيسبوك هلا ايه راح مودينا على البيج هنا لايه مفروض بقى البيج بتاعت الفيسبوك بتاع الشركة بتاعتي او الويب سايت بتاعت ايا كان هي اسمها ايه طبعا في كده طريقة ان احنا نتحكم فيها ازاي نلينك البيج بتاعت السوشال ميدي بتاعت الشركة بتاعتنا او الويب سايت بالويب سايت بتاعنا بس دي طريقة بارده بطريقة سهلسة وسهلة وبنادر اتحكم فيها كما شوفنا في الالوان والاشكال بطريقة ظريفة وطبعا بقى الـ settings بقى العادية عايز اللون بتاعها يبقى عامل ازاي الـ background الـ icon width اللي عايز تكبرها تصغرها يعني جرب بقى براحتك خالص اعتقد الـ settings كده سهلة واشوفكم الفيديو القادم إن شاء الله